اشتركوا في القناة انذ يومين يقول الرائي رأيت في المنام حوالي اكثر من ثلاثة اقمار كبيرة منهم قمر ضخم جدا وكنت قريبا منه وكان بهيا وكنت مصرورا جدا بذلك وكأن علامة ظهور الشمس من مغربها قد اقتربت ولم يبقى الا ايام لظهورها الرجاء تفسير تأويل هذه الرؤية قول الرائي انه رأى اكثر من ثلاثة اقمار لاحظ ان الاقمار اكثر من ثلاثة وهذا رمز لان القمر يرمز الى الحاكم فهذه الرؤية تبين لنا ان هناك اكثر من حاكم ولكن منهم قمر ضخم جدا اي ان هذا الحاكم سلطان اكبر من سلطان الاقمار الحكام الاخرى وسوف يسيطر هذا القمر الكبير الضخم على بقية الاقمار هذا الحاكم ونظنه الامام المهدي سوف يسيطر على بقية الحكام عندما يظهر ويزيع سلطان ما بين الناس وينتشر امر ما بين الناس سوف يحكم ويسيطر على بقية الاقمار على بقية الحكام وقول الرائي انه كان مصهورا جدا بذلك اشارة الى ان الرائي ينتظر ظهور المهدي لفارغ الصبر وانه ينتظر بيعته ولربما يكون من مؤيديه ومن انصاره وقول الرائي ان علامة ظهور الشمس من مغربها قد اقتربت يدل على ان ظهور المهدي هو من اول العلامات التي تقربنا من العلامة القبرى وهي ظهور الشمس من مغربها نسأل الله سبحانه وتعالى ان ندرك زمان المهدي وان نكون من جنوده ومن انصاره انه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته